رغم أنه لم يتم حتى الآن حل قضية كربا التي احتلتها أرمينيا وارتكبت فيها مذابح دنيئة قامت أرمينيا بالاعتداء العسكري على أذربيجان لكن أرمينيا واجهت نتيجة لم تكن تتوقعها بتاتا هذه المرة الجيش الأذربيجاني الشقيق قام بأعمال ناجحة على الجبهات واستطاع تحرير مناطق كثيرة من الاحتلال ونحن في تركيا سنقف إلى جانب أذربيجان بكل إمكانياتنا وسيستمر هذا الكفاح إلى أن يتم تخليص كربا من احتلالها إن شاء الله واقفا وبنبرته المعتادة جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده إلى جانب حليفها التاريخي أذربيجان في الصراع ضد أرمينيا في النزاع على إقليم كربا انتصرت القوات الأذربيجانية المدعومة من تركيا في تلك الجبهة لكن تركيا ما تزال محاصرة بأزمات في أقاليم محيطة بها من كل الجهات تقريبا ففي العراق جنوبا تتداخل مكونات إقليم كردستان العراق وأكراد سوريا مع أكراد تركيا جغرافيا وبشريا وفي الشمال يحمي الجيش التركي جمهورية لا يعترف بها غير تركيا هي جمهورية قبرص التركية وفي كل إقليم جبهة وفي كل جبهة فاعلون متعددون فهل تواجه تركيا حرب أقاليم؟ وما ملامح الاستراتيجيات التركية في مواجهة أزماتها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد اليوم باستضافة الدكتور أحمد ويصال رئيس مركز أرسام لدراسات الشرق أوسطية الدكتور أحمد صباح الخير أهلا وسهلا بك صباح الخير أهلا وسهلا دكتور كيف نفهم نحن والمستمع تشكيلة الأقاليم التي تحيط بتركيا حتى نفهم طبعا ماذا تعني هذه الأقاليم بالنسبة للسياسة التركية؟ تركيا طبعا نشأت بعد سقوط الدولة الوثمانية من البلقان الأعالم العربي وكافكاسيا أصلا هذا المعنى تركيا في مقاطعة طرق من كل هذه الأطراف من الشرق وغرب وأيضا الشمال والجنوب في هذه المقاطعة طبعا تؤثر على تركيا هذه الأقاليم في أيضا تركيا مطلة على البحار من ثلاثة أطراف يعني هذا شيء مهم وأيضا تربط مع أوروبا والآسيا أيضا في الجنوب في سوريا والعراق طبعا مشتعلة بالأزمات في الشرق إيران في أيضا قفكاسيا هناك أرمينيا والجورجيا والدول الأخرى يعني في كل هذه المنطقة عموما حساسة ومتأثرة ومؤسرة على التغيرات العالمية ونحن نعيش هذه التأثيرات اليوم يعني نعم لكن ما الأهمية الاستراتيجية التي تشكلها هذه الأقاليم بالنسبة لتركيا؟ تمام مثلا البحر المتوسط طبعا بحر كبير وأيضا مهم بالتجارة أيضا جيوستراتيجيا بالطاقة اليوم كمان أيضا يعني قناة سويس أيضا عندنا مضيقين في تركيا البحر المتوسط مهم بحد ذاتها يعني أيضا العالم العربي مقسم بعد الدولة الوثمانية وأيضا هناك أزمات داخلية مثل احتلال العراق عن طرف أمريكا مثلا ما زال لم يستقر سوريا في بعض الربيع العربي لم تستقر كل هذا مهمة ومؤسرة وأيضا متأثرة من وجود تركيا من سياسة تركيا في البحر الأسود أيضا مهمة بالعلاقات مع روسيا مع أيضا دول الجوار مع أوروبا الآن تركيا اكتشفت الغاز هناك أيضا ستؤثر أكثر يعني ممكن بعد سنتين ثلاثة سيكون تركيا لها الدور بالسوق الغازي يعني كل هذا أيضا سياسيا تركيا يعني مرتبطة بالعالم الإسلامي أيضا من فتح للغرب وهذا مهم يعني في كثير مقاطعة من يعني هذا ميراث العثماني ميراث تاريخي حتى يعني يأتي من بيزنطيوم أو بروما يعني مؤثر على هذه المنطقة ابغى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا إذن هذه الأقاليم كما ذكرت يعني مؤثرة ومتأثرة بالسياسة التركية ولكن ما الذي يجري في هذه الأقاليم؟ طبعا في مقابل تركيا التي تدعم قوى معينة في هذه الأقاليم هناك دول أخرى وهناك أحلاف أخرى تدعم قوى أخرى في مواجهة الدعم التركي للقوى الحليفة لتركيا وتشتبك تركيا مع هذه الدول في أكثر من محور وعلى أكثر من جبهة وبعض هذه الدول حليف لتركيا في ملفات أخرى كما هو الحال بالنسبة لروسيا هذا ما جعل هذه الأقاليم روافعة للإستراتيجية التركية وفي الوقت ذاته خاصرة رخوة يمكن لخصوم تركيا أن يستخدموها منطلقا لمخططاتهم التي تستهدف تركيا دكتور أحمد ويصال هناك الآن حرب في قليم كرباخ بالكاد سكتت وهناك حديث عن تحول اتقل الأمريكي في العراق إلى كردستان وهناك نوع من التململ السياسي في قبرص التركية كيف نرسم واقع هذه الأقاليم الآن؟ سيدة خديجة أيضا قبل ذلك لازم نشير إلى التحولات العالمية يعني حقيقة جزرية بالعولمة بأيضا سعود الشرق وممكن تنازل الغرب وهناك تحولات يعني يؤثر على المنطقة يعني بعيدا عن أحمية المنطقة ونراه هذا الصراع بين أمريكا والصين بين الروس وأمريكا وهني ممكن نعتبر هناك مخيم الشرقي مثلا يحتفي الروس والصين والغربي الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالعام وتركيا أيضا في وسط هذه المخيمات وهذا يؤثر على بعض الصراعات مثل قضية القرم مثل القارباخ وأيضا يعني حتى القورونا يعني يؤثر على بعض هذه المشاهد في سوريا وليبيا مثلا نعم لكن هناك توافق روسي تركي بالنسبة لإقليم قارباخ لكن هناك اختلاف أمريكي تركي فيما يتعلق بكردستان العراق ووضع الأكراد هناك تملم السياسي في قبرص التركية التي تعتبرها تركيا من ضمن أو تدخل في إطار مفوذها كيف تتعامل تركيا مع واقع هذه الأقاليم؟ لما ناتي إلى يعني علاقة تركية مع الدول كما تفضلتم سابقا يعني العلاقات الآن ليس الحلف الكامل هناك لأنه في تغيرات أيضا التحالف العامة الآن انتهت في رأيي في تحالف أو تعاون حسب الملف لو واحد ممكن يعشبه هذا الملف السوري حتى مثلا في تغير داخل الأزمة السورية في ملف مثلا دستور تركيا أقرب إلى أمريكا في وحدة السورية مثلا أقرب إلى روسيا في تغيرات حقيقية أصلا يعني في أيضا غموض في سياسة عالمية وهذا يعثر على الملفات بالنسبة للقضية الكردية تركيا طبعا موظم الأقراد يعيشون في تركيا وتركيا مؤسرة ومتأسرة من هذا الأمر تركيا طبعا عندها مصالحة وتفاهم جيد مع الأقراد في الداخل والخارج لكن حسب العمال الكرد الثاني مدعمها من دول كبرى من دول أخرى أحيانا من إيران لكن عموما بأوروبا وأمريكا تدعمها لإضعاف تركيا والآن ضعينا بالأزمة السورية هناك أيضا مشروع فصل تركيا من العالم العربي بالممكن بحندق الكردي طبعا هذا شيء خطير لوجود تركيا لمستقبل تركيا لعلاقة تركيا العربية تركيا رفضت ذلك وهذه القنطونات أسست من طرف PKK والبيو اي دي بدعم العمريكي نحن رفضنا ذلك وتركيا تدخلت أيضا تركيا قبل ذلك كان في مشروع البرزاني لاستفتاء الكردستاني كردستان مستقيل أو انفصال من الإراق تركيا أيضا رفضت ذلك لأن العرب والكرد والتراك عاشوا مع بعض يعني ألف سنة أو أكثر دكتور أحمد لو حاولنا أن نستمزج مساحات أو نقاط الاتفاق والاختلاف بين تركيا وهذه القوى ولنبدأ بسوريا مثلا ما هي نقاط الاتفاق والاختلاف بين تركيا والقوى النافذة أيضا في سوريا مثلا مع روسيا في سوريا تركيا تتفق لوحدة سوريا أيضا لمنع الانفصال الأكراد لكن مثلا في قضية الدستور أو نظام جديد أو نظام ديمقراطي في سوريا تركيا تتفق مع أمريكا وأوروبا أكثر وأيضا مستقبل البلد يعني روسيا ممكن توافق لكن رحيل أسد إيران ممكن لا توافق في غموض في ليبيا تركيا تتفق مع أمريكا وإيطاليا أكثر لمنع الحفتر من البصول إلى السلطة لكن مثلا روسيا وفرنسا والإمارات تدعم حفتر وأيضا ممكن تؤرقلون شوي المصالحة بينهم في كافكاسيا كمان في قرباء تركيا يعني طبعا هذا العملية الأزربيجانية لم تعجب الروس لكن روسيا تبادرت للتفاهم مع أمره الواقع هذا النصر الأزربيجاني تجاه الأرمينيا وهو هم أبعدوا فرنسا وهمشوا يعني في حل القضية القرباء وهم تفقوا مع روسيا والعزربيجان لحل هذه المشكلة وأحيانا روسيا تبادر بعدما الدول الغربية يتأخرون بحل هذه الأزمات بالنسبة للأكراد بالنسبة للأكراد تركيا أيضا مثلا هناك تصالح لإقليم كردستان وإراق تركيا ليست عندها أي مشكلة لكن يعني انفصال وتقسيم المنطقة أكثر لا نرى فائدة معه أمريكان كان في يعني بعض حتى داخل أمريكان كان بعض الجهات تشجع برزان الاستفتاء بعضهم لم تشجع في سوريا البنتاجون كان يصلح البيكيكي والبيو اي دي ترامب كان يريد إخراج الأساكر الأمريكية من سوريا مثلا عكس البنتاجون يعني كان في خلاف بين داخل مؤسسات أمريكية وهذا كل هذه القضايا متحركة ومتسيلة يعني في كل حال هذه كلها قضايا متحركة وهناك قوى عديدة طبعا هناك روسيا هناك اليونان الناتو طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كل هؤلاء يشتركون مع تركيا في النفوذ على هذه الأقاليم كيف تنظر هذه القوى برأيك إلى علاقة تركيا بمحيطها الجغرافي والبشري؟ هذا سؤال جميل حقيقة لأن تركيا الجديدة الآن قوية لها ثقل في كل هذه الملفات يعني ويعثر على هذه الملفات وتتأثر طبعا وروسيا فهمت أو اعترفت وقبلت بوجود تركيا الجديدة تركيا القوية الأوروبيين بعضهم مثل فرنسا مثلا لم يقبلها بعض لم يعترفها بعض أمريكا في عهد ترامب كانت تقبل الآن شوي في قلق عن بايدن لكن بايدن أيضا لو لا تريد أن تخسر تركيا لمخيم الشرقي مثلا هذا سيكون خسران كبير بالنسبة لهم فهم أيضا يحتاجوا أن يقبلوا أو يعترفوا بوجود تركيا قوية في هذه الملفات وهذا يقودنا الدكتور للحديث عن استراتيجية تركيا في المواجهة دعنا أولا نستمع إلى الرئيس رجل طيب أردغان تركيا ننكنسنا دياطلا سيعلمون أن تركيا الآن قادرة سياسيا واقتصاديا وعسكريا على تمزيق كل المشاريع والخرائط المستندة على انعدام الأخلاق وهي مستعدة لإضاح ذلك عبر المرور بتجارب مؤلمة سواء على طاولة المفاوضات أو في الميدان كان هذا الرئيس التركية رجب طيب أردغان متحدثا عن استراتيجية هجومية تجاه بعض الاتفاقيات الموروثة عن الحرب العالمية الثانية الاستراتيجية التركية تحدثت عن نفسها منذ سنوات فبعد أن تبنت سياسة حابرة تجاه الأزمات الإقليمية والدولية لسنوات عادت تركيا إلى الساحة الإقليمية بقوتها العسكرية التي خاضت معارك في سوريا وليبيا وشنت عمليات في العراق وساندت حليفها التاريخية أدربيجان في حربه مع أرمينيا على إقليم كارباخ فما هي ملامح الاستراتيجية التركية في الأقاليم المحيطة بها؟ دكتور أحمد ويصال إذن من نظرية صفر مشاكل إلى الجبهات المفتوحة وتمزيق الخرائط الموروثة كما قال الرئيس رجب طيب أردغان ما هي برأيك ملامح الاستراتيجية التركية في التعاطي مع هذه الأقاليم؟ تركيا طبعا لما المياه كانت راكدة قبل الربيع العربي وأيضا طبعا في تحولات أخرى لكن تركيا لم تحدث هذه التغيرات لكن هذه التغيرات حدثت وأيضا مستمرة الآن مثلا سنة الماضية نرى ممكن جولة ثانية للربيع العربي في الاحتجاجات في الجزائر والسودان والإراق والمبنان يعني هذه التغيرات ما زالت مستمرة وتؤثر على الأشياء وهذا لما بدأت هذه الصراعات تركيا أخذت موقف لصالح النظم القمعية أو الشعوب الذين تطلب ديمقراطية والكرمة تركيا أخذت موقف في نفي كل المأماكن من ليبيا إلى سوريا إلى اليمن يعني تقصد أنها أخذت موقفا مع الشعوب؟ مع الشعوب نعم أخذت موقف مع الشعوب ودعم طموحاتهم أو متطلباتهم للديمقراطية أو نظام التحول الديمقراطية هذا الشعوب العربية التي تريد التغير تركيا وقفت مع الشعوب بدلا من وقوف مع الدكتاتور يعني بحذر؟ بحذر نعم بحذر أليس هناك دكتور أحمد ربما تخوف من أن تجد تركيا نفسها في عزلة بسبب كثرة الأعداء؟ يعني لا أظن في كثرة الأعداء نحن أيضا في تركيا نناقش ذلك تركيا كما قلت يعني لا يتسوق ديمقراطية لكن لو في أزمة حاسمة مثل السوريا تقف مع الشعوب نعم ولكن هل هو وقوف إلى جانبهم يعني وقوف مجاني أم أنه دفاع عن مصالح تركيا أيضا؟ أيضا هذا يخدم مصالح تركيا ليش؟ لأن هذا النظوم الضعيفة يخدم مصالح دول كبرى أكثر يعني لكن تركيا كدولة تجارية وصناعية لو في تنمية تركيا تستفيد منها لو في أزمات، لو في فقر، لو في أشياء كثيرة تركيا لا تستفيد تركيا تقدمت بالديمقراطية، بالشفافية، أيضا اقتصاد الحور تريد نفس الشيء للجيران لكن هذا شغلهم الأصلي ليس شغل تركيا الأول وتركيا يعني لا تسوق، تتعامل مع الواقع التعامل مع هذا الواقع، ما هي الأدوات التي تحقق بها تركيا هذه الاستراتيجية؟ يعني هذا على الأقل مثلا في انقلاب في مصر، مثلا تركيا تقف على الأقل ديبلوماسيا ربزيا ضد الانقلاب ولا تبرر الانقلاب، وأيضا يعني تضغط على النظام ويعني يبقى التموحات الشعب المصري مثلا يبقى واضح للديمقراطية لكن يعني هذا الشغل المصريين أكثر نعم، لكن أقصد هل تستعمل أدوات عسكرية أم أدوات سياسية فقط في تحقيق استراتيجيتها في هذه الأقاليم؟ لا سياسية أكثر، لكن مثلا في سوريا هم حاولوا تقسيم تركيا تركيا تدخلت عسكريا ضد البيكاكي الباقي يعني يبقى عسكريا ديبلوماسيا الضغط السياسي والاقتصادي وأيضا ممكن دعم الشعوب بالمساعدات الإنسانية ولو في مجال أيضا مثل سوريا مثلا دعم الجيش الحور وأيضا مثل ليبيا دعم العسكري غير مباشر يعني تركيا لم ترسل عساكر إلى ليبيا لكن دعمت بالتقنيات وبالممكن أسلحة طيب كيف تنظر أنت إلى مستقبل هذه الجبهات المفتوحة؟ الجبهات في غربة هناك استعادة الحق هذا معروف في سوريا هناك متطلبات الشعب السوري أو طموحاتهم للديمقراطية ما زالت موجودة بقائمة تركيا تقف وأيضا تتفاوض مع أطراف مع أوروبا مع روسيا وتتستمر بهذا الاتجاه في قبرص هناك إهمال من طرف أوروبا أيضا هم أحملوا وتجاهلوا وجود أتراك في قبرص وهم أخذوا قبرص لإتحاد الأوروبي لكن هذه القضية لم تحسن بعض وفي ليبيا ما زالت النقاش موجودة لكن هذا كما قلت هذا شغل الليبيين أكثر لو في إرادة لحل المشكلة سياسيا ديبلوماسيا تركيا مع هذا حل السياسي والحوار حتى في القضية مثلا نعم لكن هل يمكن أن تغير تركيا استراتيجيتها مع قدوم رئيس أمريكي جديد هو جو بايدن ويقال إنه معروف بمواقفه العدائية تجاه أنقر لا يؤثر على سياسة تركيا ممكن حذر أكثر لكن تركيا ما زالت تدافع عن حقوقها وأيضا مصالحها وتركيا قوية هم يحتاجوا إلى تركيا أكثر مما تركيا تحتاج إليهم لأنهم المعتديا على حقوق تركيا في قبرص في شرق المتوسط في سوريا هم يسلحون البيكيكية الإرهابي وهم يعتبروها إرهابي ويدعموها وهذا هم المعتدي وهم يحتاجوا إلى تطبع بهذه التركيا الجديدة وتركيا طالما في السياسة الخارجية لا أحد يدعمك أو يطعمك لو أنت تريد حقك تحتاج أن تكون قوي وتدافع عن حقوقك لا أحد يعطيك ببلاش ونحن نعرف ذلك لا يتغير من وقت ترامب إلى بايدن هذا صراع عام ويستمر كذلك أشكرك جزيلا شكرا دكتور أحمد ويصال رئيس مركز أرسام التركي للدراسات شكرا دكتور برك الله فيك شكرا جزيلا مع السلام كان هذا بعد أمس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر